السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي ان شاء الله تكونوا بألف خير اليوم سوف نقدم لكم هذه الفطائر مضفورين على هذه الشكل بواحد العجيلي هو زوين والحشوة اللي هي الديضة كنتم نتعجبكم في كرارها بسيطة و في نفس الوقت فنتابعوا الفيديو الى الاخر ان شاء الله ونبدأوا على بركات الله فأول حاجة نبدأ بالحشوة نحتاج واحد لبصلة مشلدة على هذه الشكل نضيفها في المقلة مع ذيك الزويتا يتشحروا فكما كنت لكم هذه الحشوة بسيطة وفي نفس الوقت سأتيت غزالة نتمنى انكم تجربوها بطريقة نضيف حمارة نسمع صغيرة نضيف حمارة مع رسم علقة كامون ورسم علقة نضيف حمارة نضيف حمارة حمارة نضيف حمارة 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 ونحرك حتى تشحر مع البصلة حمارة بلقية حمارة نضيف حمارة تلتفق حمارة بلقية نضيف حمارة الحمارة طوى وفلفلة كبيرة مقطعة رقيقة على هذا الشكل ونضيفها في المقلة كتشحر فما خلطتها لها تخيزو الفلفلة مع الكفتة فبغيت باش تدد العطرية اللي عندي لهم أو التوابي اللي يدخلو فيهم مزيان ويجيو من السمين فكندين لهم عطريتهم بوحدهم فيها بعض الإضافات اللي ما كينيش في الكفتة فهادي تلاحظوا معي وراكة جيزوينة وغادي نضيف دباء القصبور والمعدنس ووحد شوية ديال زيتون وغادي نضيف العطرية تشحر معها معلقة ديال تحميرة صغيرة نسمع القاة الابزار نسمع القاة الكامون نسمع القاة الخارقوم ونسمع القاة السكين جبير ووحد الفص ديال تومة وشوية الملحة وضامة البناء ديال البقري ونخلط الكل فهادي نضيف العجين فهادي نضيف العجين اللي احتوا بدوروه عجين ساهل ما كيحتاج نهائي لدلي وكي جيزوين ورطب وغزال صراحة فكنضيف فكنضيف ساشيا ديال الخميرة نسمع قاة السكر سانيدة وغادي نضيف الماء يكون بارد من الروبيني ما دافي شو ما سخونش من الروبيني ونخلط سكر سانيدة مع ديال الخمارة ونضيف لهم تقريبا ثلاثة المعالق الزيت او جوج معالق يكونوا جوج معالق كبار نضيف دقيق الفرص فانا استعمل ثلاثة ذيال على حساب الحشوة اللي عندي فكل واحد على حساب القدر ذيال الحشوة نضيف العجين باش تكفينا ذيك الحشوة مع العجين جو قد قد فانا نجمع العجينة بشوي دلماء بشوي بشوي وهذه العجينة تجوي واحد شوية مرخوفة وكي مكتلكم غير كنجمع العجينة فحرنا لم كده جوج بالجمع العجينة في الحشوة قد 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 أطب وحشوة موجودة سوف نرققها لان هذه العجينة سوف نرققها لان لا يأتي العجينة أكثر من الحشوة سوف نرققها سوف نقطع العجينة مربعة سوف نقطع العجينة على هذه الشكل سوف نقوم بإمكانكم إبقاء العجينة سوف نضيف الحشوة نضيف الكفتة 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 نضيف Left نضيف الكفتة نضيف الكفتة ثم نضيف الكفت Vogt وستخدم الكفتة نضيف الكفتة تędهistle كماволز فكنتمنى ان الفيديو دي اليوم اعجبكم والفكرة اعجبكم سلطة العجين الولو سنزل الثانية فكما تلاحظوا في العجين دي الي في هذا النقط رغم اغير الكفتة ففي العجين الثاني فرقت المربعة على بعضيتهم باش تكون الصورة اوضح وفرشت خيزه بنقول الفلفل هي اللولو من بعد ذاوه تانية حطيت عليها الكفتة ونفرل العجين دي الي فكما تشوفوا الطريقة ره سهلة وفي نفس الوقت يأتي المنظر فكنتمنى ان الفكرة تعجبكم ونكمل العجين دي الي كامل بنفس الطريقة فالفرر سنسخنه من الفوق ومن تحت على 180 درجة وكل واحد الفررن سنقوم مراقبينه حتى يتحمروا لينام زيان مرحبا 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 ونقوم بقى اندهن فى الفطائر دي الي الي فما كانستعملوش البيض ويباش كيعطينا واحد اللون الي هو وازوين ونطلقا من بعد ما نخرجهم من الفررن ونشوفوا الشكل لهم نهائي ثم من بعد ما اخرجتم الفرن نرى بقيين سخول ونين فكنتمنى ان الفكرة تعجبكم هذا هو شكل نهائي كانتمنى انه يعجبكم وكيف ديما متنسوش انكم تديروا الياجيم وإلا ما مشاركين تشتركوا وتفعلوا الجرس شكرا لكم وإلى اللقاء